نبتدئ هذا السؤال أو هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد على بريد البرنامج من الأخرى زاهية طريش يمكن هكذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فضلك يا فضيلة الشيخ هل تصح الزكاة للأرامل؟ هذا هو السؤال الأول هل تصح الزكاة للأرامل؟ أم وضح لي لمن تصح الزكاة الصحيحة لمن أؤديها وجزاكم الله خيرا الزكاة هي تسأل تقول هل الزكاة تصح للأرامل؟ الجواب نعم تصح للأرامل في حالة إذا كانت هذه الأرامل على إحدى هذه الصفات الثمانية التي جاء ذكرها في سورة التوبة وهي أوصاف أهل الزكاة أي أصناف الزكاة الثمانية الزكاة الواجبة الفرض التي كالصلاة قرينة الصلاة لا تصح إلا على هذه الثمانية الأرامل لا تصح عليهم بوصفهم أرامل لأن أصناف الزكاة المذكورة في كتاب الله عز وجل هي ثمانية فقط قال الله سبحانه وتعالى كما في سورة التوبة إنما الصدقات يعني بأسلوب حصر إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالمين وفي سبيل الله وابن السبيل فرضة من الله هذه هي أصناف الزكاة الثمانية فإذا كانت الأرملة كانت فقيرة مثلا تصح عليها الزكاة بوصفها أو بوصف الفقر وليس بوصف كونها أرملة كذلك إذا كانت من أبناء السبيل كذلك إذا كانت على أحد هذه الأصناف الثمانية المذكورة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل الفقراء والمساكين هم يعني يعني يقرب بعضهم من بعض والمسكين هو أحوج يعني الفقير يمكن أن يقال من يملقوه تعامله والمسكين من لا يملك قوت يومه والعاملين عليها هؤلاء هم الذين يكلفهم السلطان وليس من يكلف نفسه بنفسه أو يكلفه غير السلطان لجمع الزكاة فهذا لا يصح له أن يأخذ بوصف العمل عليها وإنما العامل عليها هو من وكله أو قام بتكليفه السلطان أو نائبه هذا يأخذ بكونه من العامل عليها المؤلفة قلوبهم هم من كانوا على الكفر ويراد أن يتألفوا لكي يدخلوا في الإسلام هذا المعروف وهناك من قال من كانوا من أهل الأتباع يعني لديهم أتباع كثيرة يمكن أن يؤثر فيهم هذا العطاء الذي يعطى لسيدهم فيدخلوا في الإسلام أفواجا ابن السبيل هو الإنسان الذي جاء إلى بلد ما وانقطعت به السبل يعني قد يكون غنيا وقد يكون فقيرا فإن كان غنيا حتى وإن كان ماله كثير في بلده ولم يمكنه التواصل مع أهل بلده لكي يأخذ من المال الذي يملكه من انقطعت به السبل سرق ماله أو كملت نفقته ولم يجد شيئا فيعطى من الزكاة لكي يصل إلى بلده يعني يحجز له التذاكر وتهيأ له الأمور حتى يصل إلى بلده هذا يجوز أن يعطى من الزكاة وفي سبيل الله طبعا هذا الجهاد وتوابعه في الأدرع والسلاح وما يرتبطه بتقوية الجيش الذي يقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى فالأرامل ليس من أهل الزكاة وكذلك المساكين يعني وهذه مسألة مشهورة عندنا في بلدنا يعني ليصبح يتيم نقولوا خلاص هذا نعطوه من الزكاة وقد يكون هذا اليتيم أفضل حالا ممن يتصدق عليه أو يزكي عليه فكم من يتيم ترك له أبوه ثروة طائلة أو ترك له من المال ما يكفيه بحيث هو من متوسطي الحال أو أعلى وليس من الفقراء في شيء فهؤلاء لا يأخذون من الزكاة أيضا مع سوء المفهوم أو عدم المعرفة أو التفريق بين اليتيم وبين غيره هو من مات أبوه واليتيم من لم يبلغ بعد إذا بلغ الإنسان لم يعاد يتيما سواء كانت بنتنا أو ولدا ذكرا فمن كان غير بالغ يصح عليه وصف اليتم إذا مات أبوه وأما من تجاوز مرحلة يعني إلى مرحلة وصل إلى مرحلة البلوغ بلغ فهذا لا يصف باليتم بعد ذلك لا يصف باليتم بعد ذلك فالزكاة لا تصح للأرامل كونها أرملة لكن يصح أن يزكى عليها إذا كانت من ذوات الأصناف الثمانية فقر أو مسكنة أو ديون الغارمين طبعا أصحاب الديون الذين عليهم ديون الشأن أن يحبسوا فيها الديون شأنهم فيها أن يحبسوا فيترك لهم ما يترك للمفلس والباقي يسدد به الديون فإن لم يمكنه أن يسدد كل الديون أعطي من الزكاة حتى يسددها في تفاصيل عند الفقهاء أعطي من الزكاة